طيب أنا خليها نبدأ كده بداية حلقتنا ونقول أنت لعبت كرة قدم في الأول؟ يعني يمكن أنا من أسرة كراوية من أسرة كراوية؟ أه إخوالي من دحية الأم خالي خالي حافظ كاسب ده خالي أخو والدتي لعب في كاس العالم 34 سنة 34 جمب عبدالرحمن فوزي كل خلانة خالي على طول خالي التاني إسماعيل كاسب كان ماسك اتحاد كرة القدم لجنة المدربين ومديرا للعلاقات العامة يعني أنا مفتخر بهم ناس يعني أسرة رياضية كراوية طبعا ودي هتبقى مفاجئة حتى لأولادي لا ده أنا أول مرة نسبع كده ممكن أول مرة يتقالي الكلام ده أيها طيب لعبت كرة قدم؟ أنا خالي حافظ كاسب بعد ما ببطل مسك السكرتير عام نادي السكة الحديد كان السكة الحديد فيه أفعزه كان نادي السكة الحديد طبعا في الدور المتاز وحاجة غير عادية طبعا فخدني في الأجبال تحت 16 سنة أنا وابن خالي أسامة كاسب فبنلعب جيك كابتل عطاطة مدرب 14 سنة لا أن أنا ممكن ألعب 14 سنة لأن أنا بينه وبين أسامة ريمي 6 سكر كان جسمك قليل؟ كان جسمك صغير كان جسمك صغير إنما فكرك عالي فكري عالي جدا فلعبنا فقالي بقولك إيه ده أنت تلعب معي تحت 14 سنة على طول وده كان أول مدرب أعطعت إيده لعبت تحت 14 سنة الماتش اللي بعده نزلني كابتن الفرقة واحد ما جاء من 16 الأولاد شايفهم أنا إيه ده إيه المستوىات دي فلعبنا نادي الزمالك نادي الزمالك كان بيدربه كابتن شريف الفار وعرغمه الله طلع عليه فمن أول كرة رقصت الفرقة كله وجبت جول أنا شايفهم ولاد صغارين أه الشرط الأخر الشرط الأولى دي خدت كورة برضو من 18 ورقصت 2 والجول وجبت أجول يعني لعبت كورة لعبت كورة طب بدأت كورة هي في الشارع لا لعبت أنا الأول كنا في البنيا في البنيا تعني أنت صعيدي في البنيا ثلاث سنين قعدناه في المانيا كنت بقى لعب في الشارع والبتاع من سبع سنين لعشر سنين كنت الطالب مقتهد ولا كنت لا مش اول مش اول اقولك القصة دي فجينا للجيزة لعبت بقى في الشوارع ولعبت في البتاع وكنت يعني مش عايزة اقولك نجم من نجوم كرة الشراب كمان نجم من نجوم كرة الشراب ولعبنا في دورات وخدت احسن لعب كذا دورة كان عندك فرقة بقى عندي فرقة طبعا كنت انت المسؤول عنها ولا كنت من ضمن افراد الفرق ايوه من ضمن الفرق هل كان فيه لعيبة معاك لعيبة وصلت للنجومية بعد كده لا 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 فيش حد وصل للنجومية ولكن احنا قدرنا ان احنا نلعب في كل المراحل لحد ما رحت تحت 14 سنة في السكة الحديد وبعدين وصلت 18 سنة حلعب الفريق الاول جات الناكسة سبعة وستين سبعة وستين بطلت لك كرة كلنا كل الجيل بتاعنا بطلت لك هل انت كنت مخطط لنفسك انك بعد سكة الحديد تروح تلعب في اي نادي زي النادي الاهلي او الزمالك او اي نديمنا والله ما كنتش مدرك لدي بس ليه عشان انا ما خدتش فرصة حتى ما خدتش فرصة في النادي الاول عشان افكر في نادي تاني ولكن مشيت مسكة الحديد بقى لا ما مشيتش مسكة الحديد بقولك الكرة وقفت ما انا عارف وقفت وفضلت في سنة سكة الحديد بطلت لك ولعبت في المدرسة كان سنة كم سنة انا الوقتي لا لما في المدرسة اما بطلت 18 سنة 18 سنة ها طبعا 18 سنة وبطلنا وجلنا كلنا كل ناكسة اشوف خدت كم سنة ها قعد متع سنتين ثلاثة اكتر من 30 سنين ها كل جل حتى كابتن شوق عبدالشافي في النادي الالي بطل من شوق عبدالشافي ومصطفى عبدالالي وكان شل كل الشلة دي ها وبعد كده لعبت في المدرسة السعيدية السنوية المدرسة كان لعبت في رئي المدرسة مع شبيطة كان في النادي الالي ايوة وكان في حبالة حسان كان في النادي الزمالك ومنضوح قطب وطارق الجول لعبنا ووصلنا دور الأربعة فكنت بمناسبة المذاكرة انت بتقول لي هل انت كنت شاطر لأ وكنت شاطر كنت مهتم مكورة جدا هل كانوا بساعدوك في البيت انك تنزل تلعب في الشرع كم حاجة كان يقول لك النبي تعالى قابلني لو نفس القصة ما هيوم هدي القصة نفس القصة كان والد الله يرحب كنت بتنزل ازاي بتنزل ازاي من وراه اه كنت وانزل ازاي كان اللبس بتاع القرة اه اربيه في البلاكونة لوحد صاحبي اسمه جلال البنواتي او عادل السيسي في السويد دلوقتي اه ياخد اللبس بتاعي وانزل عادي بالبادلة اه او بالجاكت واللبس العادي يعني اه نضيف اروح عادي ادخل عند جلال صاحبي ده استحمى وبتاع والبس اللبس التاني واجد لبيت يا بلا باروتك يعني خلونا نتخايل على المواقف عشان احنا بنحب القرة اشتركوا في القناة